انت عمرك شفت ان حد يقولك انت السكر بتاعك هيتراجع لا دلوقتي اه موجود ليه لان انت لو جدت اكتشفت الانسان بدري تقلل وزنك ايوه فقط يساولى حركي زلت المساحبات اي حد كان وزنه اسمين وخاص بالسكر بيقل على طول فانت دلوقتي بقى فيه التراجع مرض السكر مفهوم مهم جدا نخلي بالنا نتابع لعشان كده كمان فيه مرحلة زهبية بيسموها ما قبل السكر لو الصايم احنا بنشخص السكر لو صايم اكتر من 126 ده تبقى اليوريبيان ستاندردس لكن هي الفكرة من 100 الـ 126 ده ايه بقى بيسموه ما قبل السكر لو جريت 150 دقيقة في الاسبوع ممكن ما تدخلش في السكر اصل في الاسبوع هو العشوائي يا دكتور اللي هو في السيدلية ده اقدر اعرف منه اي حاجة ايوا يا فندم صايم ده يبقى صايم قد ايه 6 الـ 8 ساعات من 6 الـ 8 ساعات لكن عشوائي مفروض ما تزدش في اي لحظة عمتين حتى لو كانت ترطايا يعني جينا دلوقتي وكانت ترطايا لواحدك كده وقعدنا ما تزدش عمتين هو ده ان انت العشوائي لكن العشوائي ده مؤشر يعني انا لو لقيته انه اكتر ابتدي بقى اعمل التحاليل العلم دلوقتي بيتكلم كمان على نقطة مهمة اوي انك انت مش عندك سكر لا انت اثناء اليوم بتاع السكر هل انا دلوقتي طول ما انا قاعدة سكري منطبط اتكلمنا كتير في امراض القلب على انك انت ساباتل ضغط الدم وده مهم اش فيه طول اليوم حك قلت 140 140 ده معناه ضغط الدم ده في المعدلة لكن هو طبعا احنا متكلم عن ضغط الدم 140 على 90 احنا لسه بنقول 120 80 ده اللي نعرفه نقول مزبوط لكن لو وصل للمية واربعين اقصى حاجة ابقى برضو انا لسه في لو وصلت لو اعلى من مية واربعين بصي بقى حضرتك عشان تقيسي الضغط لازم تبه هادية وريلاكست وما بتكفكريش بحاجة دايقك ومش شرب قهوة الفترة ربع ساعة سابقة وبيتأسح وقاعدة مش قاعدة زي ما انا قاعدة كده رجلي كروز لا ده انا قاعدة ضهري مفروض وبيتأسح على مستوى القلب يعني القاعدة دي تفرق يعني انا بروحي السيداليه بقيسة وانا وقفة وبعمل كده ده غلط ميديش مزبوط نبقى متوترين ونطلقين نتيجة اطلاقا لان انت حضرتك محتاجة بقى هادية هابقى محتاجة ما مفكرش في حاجة تدايقني مصي احنا بنحكي بقى ان الضغط متغير فانتي لازم تبقى هادية حتى قاعدتك تبقى صح مزبوط وبعدين لازم يتقاس على الجهاز يتحط على مستوى القلب كمان عشان تقدر يتقى صح